بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي بناتي طلاب وطالبات الشهادة السنوية العامة الشعباء أدبي نواصل معكم شرح منهج التاريخ للسنوية العامة ووقفنا عند الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني في عهد محمد فريد وفي عهد مصطفى كامل هنتكلم بقى عن الكفاح الوطني أولا خلال حكم توفيق خلال حكم توفيق حصل خمدت الروح الوطنية بسبب بقوع مصطعة الحتلال البريطاني ونفذوا عماء الثورة الأوروبية واعتقال البعض الآخر كمان أصبحت السلطة الفعلية في يد المعتمد البريطاني وتم خضوع الإدارة المصرية للعناصر الأجنبية ولم يعتقد الخليق وتوفيق على هذا حتى الشخصيات الوطنية خلعت صوب المقاومة وانشغلت بأعمالها الحكومية أو أعمالها الخاصة مفيش إلا جامعية سرية اسمها جامعية الانتقام هي اللي كانت موجودة وكان فيه جريدة العلوة الرزقة اللي عملها جماعة الدين أبغاني والشيخ محمد عبدو واللي كان بتهاجم الإنجليز والاحتلال وكمان كان فيه جريدة المؤيد في إطار الجامعة الإسلامية هل استمر الخمود الحركة الوطنية في عهد عباس حلمي؟ لا طبعا لأن اللي حصل مع ما جاء عباس حلمي للحكم بعد وفاة أبيه تطل عباس حلمي لمزاولة سلطته كاملة معيدا عن إنجلترا بحيث تبقى السلطة الفعلية في يد المعتمد البريطاني الكلام ده مش هيتحقق في عهد عباس حلمي فقرر أنه يكون في إيد السلطة الفعلية والسلطة الشرعية طبعا حصلت أزمة بينه وبين الإنجليز لما شال وزارة مصطفى فهمي التابعة لإنجلترا واللي كان معروف عنه خضوع للإنجليز وعين حسين فخري دون أخذ رأي المعتمد البريطاني طبعا إنجلترا اعترضت وهديدته بالعزل فتراجع عباس حلمي عن هذا التشدد وبدأ يتقرب من إنجلترا وخلي حسين فخري يقدم استقالته ويجي بداله رياض باشل يبقى عباس حلمي فشل فيه إنه هو يمارس سلطته كاملة ويعرف الدرس جيدا ومن ساعتها تراجع عن التشدد مع إنجلترا نيجي نلاقي إن السلطان العثماني كان كمان هو صاحب السلطة الإسمية القانونية لأنه هو اللي بيصدر في عمالات التولية للأسف كان فيه ضغط دولي على عباس حلمي وكان فيه وجود دولي في عهد عباس حلمي بيخل بمبدأ سيادة الدولة إزاي صندوق الدين وقضات السكرة الحديدية والتلغراف وميناء اسكنديرية والدائرة السنية والامتزات الأجنبية والمحاكم المقترضة طيب إيه بقى الجو السياسي اللي هيعمله عباس حلمي وقدى إلى جريان دماء المقاومة في عروق المصريين بعد ما كانت جفت أيام طوفية أولا عباس حلمي بنجد أنه هو وصق علاقته جدا بالسلطان العثماني عشان يعتمد عليه ضد إنجلترا وهنجد أنه بدأ يتقرب للشعب المصري فأفرج عن بعض مساجين الثورة العربية وعين بعضهم في وظائف خارج الجيش ورجع له من رطب والناشين وعافع على عبد الله النديم وسامح أنه يمارس سلطاته ونشاطه وهنجد أنه كمان اتشدد مع انجليترا زي ما أنت عارفين الكلام ده اسمه المناخ السياسي اللي هيعمله عباس حلمي اللي هيؤدي إلى جريان دماء المقاومة في عروق المصريين مرة أخرى معلما كانت خمدت في عهد أبيه فهنجد أن من مظاهر جريان دماء المقاومة ظهور كفاح مصطفى كامل كمان مدى مجلس شوية قوانين يهتم بأمور السياسة بعد ما كان ما بيتكلمش في الأمور السياسية وبنجد أن هذا النجلس بدأ يطالب المناخش الميزانية ووضع حد لنظام الدرائب وحل مشكلة الديون لو نيجي نتكلم بقى عن كفاح مصطفى كامل هنجد أن المناخ السياسي ساعد على كفاح مصطفى كامل وأيضا فيه مناخ صقافي فكري تمثل في إيه تمثل في انتشار صحافة الرأي الحر تمثل في عودة أعضاء البعثات من أوروبا وبدأوا يطالبوا أن مصر تبقى زي أوروبا من ناحية الدموقراطية والناس دول تأثروا بالحياة الأوروبية وعايزين يطبقوا الدموقراطية بلس والحريات كمان هنجد ان انتشار الصالونات والمنتديات الأدبية اللي كانت من خلالها بتنشر الأفكار الخاصة بالحرية والديموقراطية يبقى كده حصل ان تعاشت الحرقة أوطنية بكيادة مصطفى كامل بسبب المناخ الفكري والمناخ السياسي وهنجد أن مصطفى كامل زي ما تقرب لعباس حلمي ويوصق علاقته مع عباس حلمي حتى لا يقع في خطأ أحمد عربي بنجد أنه بيوصق علاقته جدا بالسلطان العصماني إذا يجد بيقترح على السلطان أن السلطان يطلق اليونان لإنجلترا مقابل أن إنجلترا تسيب له مصر وبنجد أيضا أن كفاح مصطفى كامل قام على اللي هو يوصق علاقته بمين بفرنسا على أساس أن فرنسا عدوة لإنجلترا على أساس يطلب من فرنسا الضغط على إنجلترا للجراء عن مصر وبنجد أنه عمل علاقات مع رجال السياسة والصحافة والأدباء الفرنسيين وقبعت مقالاته تنشر في الصحف هناك ومن أشهر اللي كانوا مسندين مصطفى كامل في فرنسا مادام جوليات آدم فجأة حصلت حدثة أسرت على كفاح المصريين وعلى عباس حلمي وابتعادوا عن الحركة الوطنية اسمها حدثة فاشودة موضوع حدثة فاشودة ده ليه علاقة بانسحاب الجيش المصري من السودان سنة 84 لأن إنجلترا محتلت مصري ضغطت على توفيق وخلته أسحاب الجيش المصري من السودان سنة 84 بحجة وجود الثورة المهدية وعدم قدرة الجيش المصري على موالية المهديين فانتهى الأمر بإيه؟ انتهى الأمر أن إنجلترا احتلت أجزاء كيبيرة من السودان ومدرية خط الاستواء وهنجد أن أيضا فرنسا احتلت مناطق أخرى هنجد أن فرنسا مثلا احتلت تجورة وجبوتي وإيطاليا احتلت مصوع وآريتريا ورأس الأخدر وإنجلترا اخدت منطقة الاستواء وزيالة وبربرة يعني أيضا نقول من نتائق خلوج الجيش المصري من السودان حدوث تأسيم استعماري في السودان وشارك إفريقيا فرنسا لما لقيت إنجلترا قد حصلت على نصيب الأسد في هذه المستعمرات راحت مستولية على فاشودة في المنطقة اللي هي قريبة من النين الأبيض بنهر الصباط طبعا إنجلترا احتلت على فاشودة واعتبرت إن فاشودة دي أرض مصرية وكان يحصل صدام بين الجيش الفرنسي والإنجليزي لولا إن فرنسا انسحبت من أمام إنجلترا الحادثة دي أثارها إيه؟ كان المصريين يتمنوا أن فرنسا ما تنسحبش وتطلب من إنجلترا الجلاء على المصر ولكن إنسحب فرنسا من أمام إنجلترا فاشودة أدى إينا حدوث يأس عند المسيين وكان أول الياسين والمنهزمين عباس حلمي فانتعى الأمر من عباس حلمي وغير سياسته تجاه إنجلترا اتقرب من إنجلترا ورح ظل لندن وعمل مع إنجلترا تفقية الحكم الصيني في السودان إنجلترا طلبت منه إنهم يقسموا حكم السودان مقابل إنها تقدع الصورة المهدية وفعلا بعت الجيش قضع على المهديين هناك كمان ينجل إن عباس حلمي اتقرب جدا من المعتمد البيوتاني الجديد اللي اسمه غورس اللي جيه بعد من؟ كوروما طب ما نتائج حدثة فاشودة على مصطفى كامل بينما يأس الخديوي والمصريين مصطفى كامل محصلوش يأس ولا هزيمة وقال لا يأس مع الحياة ولا حياته مع اليأس وبدأ يعتمد أكتر على الدولة الوصفانية وأدرك صعوبة الاهتمام على الخديوي عباس حلمي وبدأ يتقرب من المصريين ويعتمد عليهم وعمل جديدة اللواء اللي بتنطج باسم الجلاء والدستور وأيضا نجد أنه أعتمد أكتر على الدولة الوصفانية وعمل جديدة اسمها العالم الإسلامي مصطفى كامل قدر ينبه الضمير العالمي إلى الظروف اللي احنا بنعاني منها ولكن فجأة حصل إيه كمان؟ فجأة فرنسا بتاعدت على المصطفى كامل من خلال الوفاق الودي اللي حصل إن إنجلترا اللي كايد تواجه ألمانيا اللي بدأت تظهر على السحة كقوة أوروبية إنجلترا تعمل إيه؟ الرابط من فرنسا حتى تلاحظ إن انسحاب فرنسا من أمام إنجلترا الفاشودة دي مقدما للوفاق الودي اللي بينهم إضااجة من إنجلترا قررت إن هي تجذب فرنسا إليها فملك إنجلترا راح ظهر باريس واتفق مع فرنسا على مواجهة قوة ألمانيا أو عبد الوفاق الودي الوفاق الودي يمص على إيه؟ ألا تقف إنجلترا أمام أطمع فرنسا في مراكش مقابل ألا تطلب فرنسا من إنجلترا موعد للجلاء عن مصر معنى كده إيه؟ معنى كده إن خلاص فرنسا هتسيب إنجلترا تنفلت بمصر يبقى ما جاء أقول ما نتائج الوفاق الودي على مصر كده هذا الوفاق نتجته إن كده أصبحت الحالة في مصر مش هتتغير وده يدل على نية إنجلترا في البقاء في مصر نتج عن هذا الوفاق أيضا إيه هو بقى؟ إن فرنسا بتعدت على مسندة الحركة الوطنية المصرية فكده مصطفى فكامل فقد الأمل إن فرنسا تسنده بالإضافة لإن إنجلترا بدأت تتشدد مع الشعب المصري في المعاملة بدأت تتعامل بعمف مع المصريين وده ظهر من خلال حادثة إيه؟ دونشواي طبعا بنجد إن بعد عقد الوفاق الودي إن إنجلترا بدأت تتعن في إن المصريين قضيين على حكم أنفسهم بأنفسهم بعد كده بنجد إن في حادثة ثالثة أثرت على كفاح مصطفى كامل وهي حادثة دينشواي عندما اقتحم الإنجليز قرية دينشواي من أجل السيد الحمام وانتهى الأمر بأنه قتلت فلاحة مصرية وانتهى الأمر بمقتل هذه الفلاحة إن المصريين هجموا على الظابط الإنجليزي اللي كان بيطلق الرصاص على الحمام وانتهى الأمر بوفاة هذا الظابط الإنجليزي فانجلترا استغلت الحادثة وقامت بما يأتي حكمت على عدد كبير منهم بالإعدام من أهالي القرية وأيضا قدمت 52 متهم للمحاكمة حكمة 7 منهم غيابي و12 بالأشغال الشقة وشنقة 4 وجلد 5 طبعا إلى أحكام قاسية جدا بالنسبة لهذه الحادثة السؤال يجي يقول ما النتائج المتقتبة على حادثة دينشواي أولا كانت الأحكام قاسية لا تتناسب على هذه الحادثة اثنين مصطفى كامل ندت بالحادثة ثلاثة إنجلترا قامت بسحب اللوردو كرومر وحطت بدالو اللي هو مين جورست مصطفى كامل بدأ ينسك الجهود مع المصريين فنجد إنه هو عمل إيه بقى عمل طبعتين من جهدت اللواء واحدة إنجليزية والأخرى فرنسية وعمل اللي هو إيه الحزب الوطني وعمل نادي ملاسو العليا نادي كده لخارج الجامعات يعني بعد كده مصطفى كامل توفى الله يرحمه 48 ويجيب عاديه مين في كيادة الحزب الوطني محمد فريد بناجد بقى إن محمد فريد وجهته ظروف صعبة غير الظروف اللي وجهت مين؟ غير الظروف اللي وجهت مصطفى كامل من هذه الظروف الصعبة أولا إن حصل تقارب ما بين فرنسا وإنجلترا بعد عقد الوفاق الودي أصبح مصطفى كامل مدركا أصبح محمد فريد مدركا صعوبة الاعتماد على الخليج ويبقى كده الخليج وبتاعد عن مساملة الحركة الوطنية أيضا من ضمن الحاجات اللي هتحصل إن محمد فريد لم يعد يعني معاه الدولة العثمانية بتسنده ولا فرنسا بتسنده لحتى المعتمد البريطاني الجديد اللي اسمه كرومر أبد على محمد فريد وسكنه لمدة 6 شهر فنقدر نقول إن الظروف صعبة اللي وجهت محمد فريد وهو ابتعاد فرنسا ابتعاد عباس حلمي كمان تشددوا إنجلترا من خلال المعتمد كيتشنر اللي هو استخدم معاه سياسة القبضة الحديدية طيب بيقولوا بقى إن غورس دا كانت سياسته أحسن من كرومر ليه بقى؟ لإن غورس دا هوت عملي بقى أطلق يد المسلمين في إدارة شؤون بلادهم بنجد كمان إن الراجل دا خفف الرقابة على صنافات الخديوي وإدى سلطات واسعة لمجلس الوزراء وكمان طريب بيقاف سياسة النجرازة بنجد هنا كمان حاجة إن محمد فريد قادر كفاح الوطني إيه هي ملامح كفاح محمد فريد؟ محمد فريد عمل نقابة لعمال الصلاقع كمان عمل مدانس ليلية وعمل نقابات للعمال ووسع دايدة الحزب الوطن بعد غورس تجي كتشنل وبيسموه صاحب القبضة الحديدية لإن الراجل دا رجع للنجرازة تاني وتستخدم سياسة الحكم المطلق مع المصريين وقام بمطاردة الوطنيين ومن ضمن اللي طردهم وقبض عليهم محمد فريد واعتقلوا مرة أخرى بعد كده لغاية لما محمد فريد خرج خارج مصر ومات برا مصر هنا بقى نقدر نقول إن بعد نهاية كفاح محمد فريد نخش على الموضوع الجديد اللي هو الفصل الرابع النوبة الجاية بس آخر حاجة بناخدها في الفصل ده اللي هو إيه بقى الفصل الثالث اللي هي الأحزاب السياسية بنقول إن عام 1907 ما كانش عام زهور الحزب الوطني بس كان فيها حزاب تانية كتير بس الأحزاب دي اتفقت في حاجات واختلفت في حاجات اتفقت إن كلها بتدعو إلى التخلص من احتلال بريطاني وجلاء ولكن اختلفت في الأسلوب فبعض الأحزاب كانت تابعة للخدوي وبعضها اعتمد على يعني على إنجلترا فبالتالي نقدر نقول اختلفت في الطريقة واتفقت في الهدف وده السؤال الخاص بي الأحزاب المصرية في 1907 أزائي بناتي وأبنائي طلاب وطلبات صنع العامة بكده بكون وصلنا معاكم لنهاية شرح الفصل الثالث وآخر حاجة خدناها هي الكفاح الوطني في عهد مصطفى الكامل لمحمد فريد وحتى ألقاكم في حلفة قادمة لكم مني كل الأميات بالتوفيق والنجاح كان معكم محمود عطية وتحيات مهندس الصوت محمد عبد الروف وتحيات محمد عبد الروف